السلام عليكم سويسرول الشوكولاتة السويسرول الهش القطني الخفيف هتلاقي مقاديره المصبوطة بالجرام والكباية بس على قناتكم وصفات ويوميات أم ريانة لو جربتي تعمل السويسرول وفشل منك أوعدك بعد الفيديو ده مش هتبطلي تعمليه بس ما تجريش الفيديو عشان هتديكي نصايح مهمة جدا لنجاح السويسرول معاك في كل مرحلة هنعمل النهاردة كيك اسفنجي وكمان كريمة غنية ورول غرقان بسوس الشوكولاتة اللهم بارك ما بغيرش مقادير الوصفة دي يا جماعة هتعملي أحلى سويسرول كمان هعلمك إزاي تزينيه بطريقة بسيطة جدا ويطلع معاك بالشكل الجميل ده كل متابعية الكرام إن شاء الله في صحة وعافية دايما يا رب معاكو شايماء محمد ولو أول مرة بتشوفيني فضلا اشتركي في القناة وفعلي جرس الإشارات على علامة الكل عشان يوصلي الكل جديد كمان ما تنسيش لايك للفيديو ويلا نسمي باسم الله ونصلي على رسول الله وأول حاجة معايا ست بضات بدرجة حرارة المطبخ البيض لازم يبقى طازة كمان العجان أو المضرب الكهربائي لازم يبقى ناشف تماما البيض معايا هنا كان عامل 250 جرام معايا نص معلقة صغيرة من الفانيليا كمان معايا معلقة كبيرة من الخل وطبعا الخل هيساعد على ارتفاع البيض وهيشان الكيك هبتدي كده في ضرب البيض مع الخل والفانيليا وهبتدي أضيف السكر على دفعات أنا معايا 150 جرام من السكر الناعم والكباية دي ياسها 240 ملي عاملة معايا نص كباية سكر ومعلقتين كبار وبعدين عليت سرعة الميكسر على الآخر عشان عايزة البيض ده يوصل لمرحلة فمية جدا بصي بقى ما شاء الله البيض اتضرب معايا كويس وده عشان زي ما قلتلك البيض طازة والعجان ناشف ومشينا على الخطوات مظبوط كده تضمني ان الكيكة بتاعتك هتبقى اسفنجية وهشة جدا بالنسبة للمكونات الجفة معايا 90 جرام من الدقيق كمان معايا 30 جرام من الكاكاو أنا هنا مستخدمة معلقة من الكاكاو المحلة ومعلقة من الكاكاو الخام يعني حطى كاكاو محلة نس كويك اضفت لهم ربع معلقة صغيرة من البيكنج سودا وابتديت انخل المكونات الجفة ضروري جدا جدا المكونات الجفة تتنخل يا جماعة في اي كاكس فنجي او اي سويسرول بتعمليه وتقدري طبعا تستخدم المضرب الكهربائي لضرب البيض من شرط العجان خالص دلوقتي بقى معايا 40 ملي من الحليب حوالي معلقتين كبار كمان هضيف عليهم 40 ملي من الزيت حوالي معلقتين كبار اضافة الحليب والزيت بيخلوا سويسرول طاري جدا دلوقتي بقى هعمل خطوة الخطوة دي هي بتساعدني ان انا مخسرش فومية البيض زي ما انت شايفة كده انا باخد كم علاقة من البيض على الخليط السائل انا بعمل كده لاني لو اضفت السوائل على طول على خليط البيض الفوم بيهبط جدا فدي بالنسبة لي خطوة مهمة جدا عشان مخسرش فومية البيض اللي انا ضربته دلوقتي بقى هوريكي طليقة خلط المكونات كلها مع بعض خلاص انا فصلت المضرب ابتديت دلوقتي كده بالنسبة احط شوية من المكونات الجفة وشوية من خليط الزيت مع الحليب بصي بالتبادل كده وزي ما انت شايفة طريقة الخلط او الفولدنج بتاع الكيك انا مبطلعش المعلقة خالص من خليط الكيك والكيك معاي عامل حبيبات صغيرة كده ما تقلقش خالص وده لاني حطة معلقة كبيرة من ككاو النس كويك هو بيعمل شكل الحبيبات ده في اي كيك شوكولاتة بصي بقى شوية مواد جفة شوية من خليط الكيك جهزت صنية الفرن مقاس 30 فاربعين ومبطناها بورق زبدة وزي ما انت شايفة قطع حرفها بالشكل ده نزلت بخليط الكيك الناس اللي بتشتكي من السوسرول بيعلى من ناحية وناحية لقى لازم لازم تسويه كويس سويه بقى بمعلقة او حتى بخلة خشبية تمشي كده داير الصنية عشان الكيك كله يبقى متساوي ويرتفع بشكل موحد لوقتي هدي الصنية خبطتين ودخلها الفرن على درجة حرارة 180 مش هتقعد معاك اكتر من 15 دقيقة ودي شكلها بعد ما طلعت من الفرن هبتدي اشيل ورق الزبدة من اسفل السوسرول شايفين اللهم بارك طاري وهش جدا دلوقتي بقى هقطع حروف السوسرول بس عشان التصوير عشان يديني رول متساوي لو انت في بيتك طبعا اشتغلي على طول كده مش ضروري تقطعي الحروف وطبعا كلكم عارفين ان السوسرول لازم يتلف كده وهو سخن عشان يديكي شكل الرول كنت عملت قبل كده فيديو عن سوسرول الفانيليا بحشوة المانجا هسيبلك لينك الفيديو فيه صندوق الوصف وردتكو طريقة تانية من الشرط كده تلف في السوسرول رول بالشكل ده دلوقتي بقى بعد ما لفيته رول هبتدي اسيبه يرتاح في التلاجة كده حوالي ساعة ساعتين قبل ما ابتدي اشتغل فيه يهدى تماما كده ويلا نحضر الحشوة اللي هنحطها جوه السوسرول معايا كباية من الكريمة اللباني البودر لو ما عندكيش استخدمي كريم شانتي ما فيش مشكلة كمان معايا تلات معالق كبيرة من الكاكاو المحلة وانا مستخدمها نس كويك كمان معايا نص كباية من السكر البودر للتحلية وكباية من الحليب المسلج طبعا الكريمة محتاجة لبن سائع او حتى مياساعة دلوقتي بقا هضربها وهو ده شكلها بعد ما اضربت كويس يلا بقا سريعا كده نفرد طبقة الكريمة انا المقادير بتاعتي دي عملتلي اتنين سويس رول يعني انا مقادير الكريمة حشتلي اتنين من رول السويس رول بعد ما فردت الكريمة اديتها رشة من الشوكلة تشيبس ديك حرية الاختيار تحطي اي نوع مكسرات اي نوع شوكلة انت عايزي او حتى صوصات دلوقتي بقا ابتديت الف كده وزي ما انت شايفة ورقة الزبدة مساعداني في اللف جدا خلاص كده تمام ودلوقتي هبتدي فيه تيوزيع الكريمة على سطح السويس رول باستخدام بقا اي معلقة عندك او حتى سكينة وزع كده الكريمة بشكل عشوائي وهوريك دلوقتي طريقة عشان الكريمة تبقى معاك متساوية على سطح السويس رول باستخدام بقا جلدة كراسة نظيفة جلدة كراسة بلاستيك او حتى ورق وبتدي امشي بالشكل ده هيبقى الرول عندك كريمة متساوية كده معايا بقا كورنيفليكس بتاع الاولاد الاولاد كلهم بيحبوه هبتدي اعمل الشكل الجميل ده بالكورنيفليكس استخدمي اي نوع انت حباه انا عندي اللي هو الكورنيفليكس المجوف ده اداني الشكل ده طبعا كلنا عارفين الكورنيفليكس بيستحمل شوية بيفضل ناشف وبيطراش بسرعة لكن طبعا السويسرون لو بات معاك طبيعي انه هيطرى شوية دلوقتي بقى هدخله التلاجة لازم يسقع كويس قبل ما اضفله الطبعة الاخيرة وهي الجناش ويلا نحضر جناش اقتصادي بدون استخدام كريمة سائلة معايا نص كباية من الحليب حوالي 100 ملي هبتدي انزل على الحليب ده بمعلقتين كبار من الكريم شنطي الخام الحليب مع الكريم شنطي كده اداكي بديل الكريمة السائلة هدف عليهم كمان معلقة كبيرة من الزبدة وكده هتغذي عندك احلى جناش واحلى صوص شوكولاتة والخليط ده هرفعه على النار يغلي اول ما يغلي ويسخن هبتدي انزل بقطع الشوكولاتة معايا 200 جرام من شوكولاتة سما وكده شكلها بعدما الشوكولاتة دابت مع الحليب وباقي المكونات ضروري جدا قلنا كتير لو هتعملي جناش او اي صوص لازم تصفيه كويس هسيب بقى الجناش ده يبرد تماما سيبيه بترجة حرارة المطبخ يبرد وطلعي بقى السويسرول من التلاجة وابتدي كده في اضافة صوص الشوكولاتة بجد مفيش اجمل ولا اطعم من كده ان شاء الله تجربيها وتعجبك ومتأكدة ان ولادك هيفرحوا بالوصفة دي جدا وهتعجبهم واكيد التزيين حاجة ترجعلك تقدري تزيني باي شكل انت حباه عايزة تحطي بدل الكورنفليكس مثلا اي مكسرات اي نوعصصات انت عايزيها انا هنا كان معايا كام شوكولاتاية فريروشي ابتديت ازين بيها سطح السويسرول حطي بقى كمان في التلاجة شوية وقدميه بارد وبالفة هنا وشفة السويسرول من الوصفات المتميزة اللي تستحق التجربة بالنسبة لي اجمل كمان من الجاتوهات والطرط وصفة سهلة وبسيطة اتمنى في نهاية الفيديو انها تكون عجبتكو فضلا ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات على علامة الكل ولايك كتير للفيديو تعليقاتكو بتشجعني كتير بحبكم في الله كان معاكو شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة